سلام و مرحبا بكم معايا في فيديو جديد شوفوا معايا هاد الصابلي كيفاش يجي ايه دوب دوابان هاد الصابلي مافيه لابيد لمايزينة لسوكخي غلاس يجيب واحد لابات بزاف هيلة بزاف هشيشة سهلة في الخدمة كيما تدخلوه للفرن كيما تخرجوه خرج لكم كمية كبيرة مية وخمسة وعشرين قرام بتاع مارغارين دارتلي ثلاثين حبة شوفوا الحبة كيفاش عملها الحبة ما شاء الله تعمر اليد شوية غلاسيته لكم بالشوكولات وشوية رمته في الكوكاو بالنسبة للناس اللي ما تحبش الشوكولاتة يجي رائح اللي ما تجربش هاد الصابلي للعيد ما تربوالو بنتو خيالية الكيل درته لكم بالملعقة عندي زوج مغارف حلوة الترك زوج مغارف كوكاو زوج مغارف عسل مغارف كبيرة كيلت بالمغارف الكبيرة المغارف عمروها ملح عندي ثلاث مغارف كبار تاع الزيت عندي لفاني وعندي قرصة ملح وعندي مية وخمسة وعشرين قرام تاع مارغارين والفارينة وعندي نص مغارف صغيرة تاع خميرة الحلويات نجي بغي سيبيو وندير هديك المارغارين تاعي انا هديك فلوريال تعمية خمسة وعشرين قرام اقسمت الباكي على زوج درت المارغارين مع الزيت يعني درت السوائل مع بعض درت لهم لفاني والقريصة تاع الملح هنا برك حبطه ملح لعسلها كايب بس باتشول بس كدجا كمية صغيرة بش ما تقعد لكمش كامل في الكاس الكاس اللي كيلت به هدوك اللي غام كانت على فلون اللي كامل عندكم منهم اه الا ما حبيتوش كيلو بالملعقة ديرو ربع يعني ربع ربع كاس من كلش هنا خلط بالباطر بش تجيني الخدمة سهلة بعد ما اه تخلطت لي ملح هديك الزبدة وبيادة نضيف اه يعني الكوكا وحلوة الطرق بالنسبة للكوكا وهناي لا تدرتو لوز ولا اي مكسرة واحد اخرين ما راكوش رايحين تحصلوا على البنة هادية ما عندها الكوكا وهو اللي رايح يضيف البنة الهد الصابلي هادا الكوكا ومحمصه مرحي ما تحمصوهش بالزاف حتى اي حمار مقشر وحمصتو هكدا يا غير عبان برك ومعد ما برد رحيتو كيكمل تخلط مريح 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 المكونات اللي يضفتهم بالباطر غراني نضيف هنيا في الفارينة والاليفور تدريجيا حتى يعني حتى هديك العجينة ولي ما تلسقليش في يدي هادا كوي القوام اللي تحسبو قدي تحبسو فيه وما تديروهاش ناشفه ما تنشفوهاش بزاف هاد العبات خادش ما فيهاش البيض باش متعبكمش في الخدمة ويتنفخو لكم عادي في الفرن ويقعدوا محافظين على شكل تحهم هاد الحلوات درتها خصيصا للناس اللي عندهم حساسيات على البيض كان بزاف ناس عندهم حساسيات على البيض ويحصلوا في العيد ما يلقاش ما يقدرش ينوعوه في الحلويات هاد الوصفات جبتها لكم خصيصا لكم دايما تستيب العجينة بيدكم لي ما فيهاش العجين بش ما تخدعكمش بسكو هادك اللي يدلي فيها العجين دايما تبين لكم العجين او ناقص علينا بكيتمسو يعني العجينة بليد لخرى رايحين تعارفو يعني الصح القوام الحقيقي هنا بنتلي شوية طرية بزاف لها شوية باش ما قد تقعدش تلسق لي كي نكون نفتح فيها انا خدمتها مباشرة ما ريحتها ما ولو وعلى هدا هو القوام المطلوب ما تنشفوهاش بزاف حتى تتولي تكسر وما تخليوهاش بزاف تتلاسق جبت هنا يا شوية فالي نرشيطها في سطح العمل وراني نفتح فيها كما هي كما اي عجينة تعصاب لي عادي شوفو كيفاش تتحل معايا بكل سهولة ما ترقوهاش بزاف وما تخليوهاش خشينا بس كنا حندي وحبة فق حبة انا منذرتهمش بزاف عالين بزاف بنينها تصاب لي صدقوني مدى بيت تربوه تربو يلو كان هكا كمية صغيرة ديروها غرب الكوكو وخليو لي وعطوني رأيكم فيه بكل صراحة هاولي كلمولي استعملتها انا الصراحة كنت حن نحن درهم كاغي ما ملقيتش لمولتا على الكاغي انا عندي طبيعة نسلف وننسى نمدها كحاشتي وننسى لما نمديتها المهم كان عندي صاشي تعالى يعني صاشي ديرا فيه كامل هدلي مولتا حلوة الطابع ما نش عارفها وين درتو لا سلفتو اللانسيتو في دارنا المهم ما لقيتهمش لازم حتى نخرج نشري لي مول وهدلي حلوة درتها في الليل واللي تسادرت هادا نعلانين طبع شوفوش حال سهل الخدمة بهدل عجينة وندير في سنيوة في نالمونجا وشابين المتلاتة هادو تحبو ديرهم دور يعني ديروا الشكل اللي حبيتو هنتو ما حطيت بابي كويسا من تحتا وستفت الصابلي تاعي انا خرجو لي زوسني ودكي ما هادو الفرن له شاعل على 160 درجة نطيبهم في الوسط ما تحمروا هادو ما بسكوا فيهم العسل بالخفي طيبو يعني بالخفي طيبو لازم تعسوهم باش ما يتحرقوا الكمش اه خليت الصابلي تاعي طيب باش نربح الوقت وروح نحضر هادو الحشو اه واحد الحشو هادا بزاف هاد الحشو قوة اللي احنا حشي به الصابلي وليت روحوا ديروا المعجون والزبدايتو ديروا هادا هاد الاغوسات قدرت زوج مغارف كبار تاع كوكا ومغارف اه كبيرة تحلوة الترك عندي شوية برك مارغارين نقص مغارف كبيرة هادا ما كان وعندي اه زوج مغارف تاع معجون تاع المشماش علشان انا درت اهنا يا المارغارين اه باش تحكم لي هاداك القاوة يعني باش تلم لي هاداك الخالط وفي نقص الوقت تنقص لي الحلاوة وخبط كل شي هنا يا بالبغا ميكسر تقدروا ديروا بالباطغ ولا تقدروا المهم باش يتم يكسر مليح هاداك الميلانج وتحصلوا على قوام كريمي هنا يا زيت شوية يعني زيت مغارف تاع معجون وزيت شوية تاع ويسحفنا صغيرة هكذا تاع كوكا وزيت خلط ودرت عيني ميزاني هادا الكمية هادية جيتني سويس وادوك من بعد نوري لكم كفاتني لميت بها هاداك السابلي السويس وادوك وعلى هادا هو القاوة ما تجي سايلة ما تجي يا بصا شحل بنينة هادا يعني هادا الحشو هادا بزف بزف بنين بالنسبة للناس لي ميحبوا شحلوت الترك ما لايش ريحة كامل تبان حيجيكم واحد اللي لقوه بنين وسبيسيال ومتعرفوش كامل وش فيه انا رجلي ما يحبش حلوت الترك جاف اللي اللي لقاني نخدم فيه هم قبل السحور ووقعت قدامي وبدأوا تقلي بالسف بالسف بنين هاد السابلي صالة واني نغلق فيه تشوفوا كيفاش يجي ما تديروش تبقى خشينة تعال الحشو بعد ما غلقتهم كامل نروح نديرها في نيسيو هنا درت آآ رمدتهم في الكاوكا ورأت لكم الغيسيبيون باللي كمل خلاص كفيتني سوا سوا هديك يعني الحشو هادا درت لهم المعجون هكا من بره بالبانسو ورمدتهم في الكاوكا ورأت قدروا تخليهم هكذا كي ما رأهم انا درت لكم يعني شوية هكذا وشوية بشوكولاتة يعني بزاف ناس يحبوا يحبوا الصابلي غلاسي بشوكولة نوحت لكم في التزيين هكذا يبش كل واحدة تدير التزيين يعجبها هنا يعلم لي ما يحبوش الكاوكا وفي هاد الاغرسات قدروا تعودوا الكاوكا وبالجلجلان جلجلان ديروه وين درتانا كاوكا وديرونتو ما جلجلان لازم يكون محمص طبعا وفي العباد ديروه مرحي الجلجلان وهادو كان يقلاسي فيهم بالشوكولة النص الثاني يعني قسمتهم على زوج جوني خمستاش خمستاش وكوت عارفو دراليك لو لي حب حبوه يعني نحط فيهم هكذا يا يقطروا شوية من بعد نحيهم باش ما تجينيش هذيك تبقى تع شوكولاتة للسيلة هذيك باينة بودرتهم شوية هكذا بالكاكاو باش يبنصب لي تندانس وعندي هاد المولانايا خيرت هادك يعني الموتيف هادك اللغان هادا لي فيه الكادر غيتو ما حبيتش ندير ديه كادر حبيت حاجة ندير فيها الكاكاو وتشد لي فوق الشوكولات اللقاء يلقت هادي واللي استعملتها كنت شاكفا بردها في الكونجيلاتور ونعاود نحيها بس كنا استعملتها كمية صغيرة ما عجبتني الفكرة وجوه بسف شبين وعمرت هادك الحفرة اللي في الوسط بالكاوكا والمحمص والملحي وقدرت تشوي على فايدو حبيت نقعة توجه في الوتام تع الحشو هكذا هي باش يبنها تصاب لي باش بخدوم والتنزين يبقى اختياري كل واحدة تزيننا باش حبت تحبو تديرو هادك الريشة اللي راهي دايرا حالة تحبو ديرو هادو كليموتي فتع الشوكولات مكسيرات كي ما حبيتو وهادو ما درت لهم شوية هكذا يا سوريز ودرت شوية يعني نص حبه جوز وشوية بندق كان عندي ودرت لهم الكيسات ولدونتال وقدمتهم بهات الطريقة هادي شفوش حل جو شابين حبة كبيرة تعمر يعني تعمر تعمر اليد وتعمر العين وبزاف بالسف اللي بنات بالسف بالسف بنين هتصاب لي هادو مدبية كامل تجربوه ومكوناتو جيت باسيطة وما تنسوش اللي عجبتكم لغلسات كل عادة نقلكم ديرو جام وبرتجوها مع احبابكم هكا باش تعمل فائدة ولي اول مرة تشوف قناتي وعجبوها مي غلسات دير ابوني هكذا باش تلحقها دايمن نوتيفيكاسيون تعلي فيديو جديد ان شاء الله هتنال اعجابكم هادو الوصفة هادي وتجربوها وتفرحو بيها ان شاء الله ونقلكم تعيدوا بس حول هنا ان شاء الله ودايمن رانا مواصلين معا لي غلسات مازال كاين جديد مازال كاين وصافات ان شاء الله ونروحو نقسمو احباب باش تشوفو القرام بتحها شوفو مقلمش ومبسس روعة بسف طري شوفو يدوب يدوب هاد الصبلي الحشو يجي لداخل اعبان يجي هايل تقدروا هادك اللي درناه بالحشو يديروهم البراء وليو يديرو المعجون قبل ما ترمضو في الكاوكاو انا خلاص لي انتو مزيدو شوية لقونتيتي نزيد نقسمو لكم حباتا شوكولا مم بشوكولا جو بزاف بنان انا نحب مبدا اللي يقون حب دايمن ديقو جدد يعني دوق جديد داع الصبلي هادا يا شوفوش حليجي مبسس حقنا الى نهاية الفيديو معلي اغان قولكم تبقى ولا خلين نتلاقاه في وصفات جديد ان شاء الله بالقل لذلك شكرا